تشجيع 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 مش قادر يهبط يعني اللي هو ايه انت متوتر فالتعطوها بقى ايه بتستكين كده وساكت لا ده التوتر على ابو حماس وهتفات طول المباراة ده الناس دي من الساعة تمانية صبح طالعين على الاستادات اللي جايين من سفر واللي جايين عاملين مجهود اكتر من العيبة يعني الناس دي اصلا المفروض تيجي على بالليل ده على الساعة تسعة انا بنام من كتر المجهود اللي عملته فالناس دي هي بجد صحاب الفرح بعد شوية بعد اذنك يعني وده مهم جدا ان احنا نتكلم عليه والناس دي طبعا فيه لعيب يستاهل ان احنا نقول كلمني عنه طيب البطولة دي بتاعت اتنين جمهور الزمالك وحمزة المسلوسي الله عليك الله عليك حمزة المسلوسي يا جماعة هو صاحب فضل كبير قوي وهو سيرد باك في الفوزب البطولة دي لانه عمل بطولة ولا اروع يعني انا ممكن زي ما انت قلت في الانترو انت ممكن تبص لزيزو شيكا طبعا حمدي اللي جاب الجون فتوح اللي عيب المهاري سيف الجزير اللي جاب جون صاحب في مطش هناك ازاي انما حمزة المسلوسي ياخد رجل المباراة النهاردة تخيل السرد باك بتاع النادي ويجيب الجون ويصعدك مطش قالت صلار اللي هو في الديئة كام وبيقتل قد ايه وبيموت نفسه قد ايه وبيم ومصراحة مش البطولة بس حمزة المسلوسي بقاله فترة هو اكثر ثابتا في المستوى بين كل اللي عيبين نازل الزمالك كل اللي عيبة بتطلع وتنزل مسلوسي سابت طول الوقت بالفعل هو يمكن هو اوزيزو طبعا اكتر اتنين طبعا انما حمزة ليه فاكر بطولة الكنفدرالية السنة 2019 قولنا اوباما جاب الجون في وقت صعب جدا اللي هو عدك اللي هو حطك في البطولة رجعك للبطولة تاني حمزة المسلوسي مش يجون بس على فكرة لا حمزة المسلوسي بقاله سنة ونص أو سنتين نمر واحد في ناد الزمالك مع زيزو ومع الناس اللي هم فعلا عاملين الفارق الفني اللي انت تبقى متطمن خاصة كمان ان فيه هزة في خط الديفينس عندك ايوا يعني الزمالك مش هو ده المناخ بتاع الديفينس بتاعه مش هو ده اللي انت تحس ان انت تبقى قاعد متطمن انما وجود حمزة متطمنك بنسبة على الاقل ستين سبعين في المئة ودي نسبة عالية جدا من لعيب لأ انا هكلمك بصراحة شديدة بقى بصراحة وما يزعلوش مني بقى المدفعين في ناد الزمالك دفاع الزمالك ما بعد الوينش انا اسف ما كانش حد قادر ولا فرض يقادر يشيل دفاع النادي الزمالك بالفعل حمزة المسلوسي لما دخل مش هقول انه بقى الوينش بس على الاقل حسس جماهير النادي الزمالك بشيء من الامان صح بعد الوينش انت عدت فترة كده كله بيتغير مدروخين انا بقولك مدروخين انا يعني بجد حلوة حلوة تعبير حقيقي انت انت مع اسري وكان بيجي فيك جوانج غريبة اه طريقة اللعبة اه اه انما برضو الحال ما كانش هو ده انما ان حمزة المسلوسي يجي يشيلك وخد بالك ده في نقطة في منتقى الاهمية ايه هي ان حسام عب مجيد المطش اللي فات ما كانش في حالته ماذا؟ فنازل مهزوس انك النهاردة تساعده وتوقفه على رجليه واتخليه وانت جنبه الشوت التاني نجم من نجوم المباراة ده حاجة كبيرة جدا ومشترك فيها حمزة المسلوسي ايوا لان برضو بديك امان الله ينور عليك انا بساعدك بشكل كبير جدا وبغطي عليك في كور ممكن كانت تبقى يعني هو ده دوره الفي ناس ما بتخدش بالها انو الاحيال المدافع التاني لما بيجي الشيل عن المدافع الاول مثلا لاو like حسام عبد المجيد وحمزة المسلوس لما حسام المسلوس يشيل عن حسام عبد المجيد مجد الشوت التاني بيعتبر من أحسن الناس كل الكور العالية اللي هي أصلا إحنا عايزينها كان بيأخدها وكان بيشل جزء كبير جدا من الجيم في الشوت التاني وكان ليه دور مهم جدا وده برضو خد بالك من تفوق حمزة المسلوسي معي حسام برضو كان متفوق عشان برضو ما نقولش إن حمزة المسلوسي لا إنما إنما في الآخر أنا ساعدتك وطلعتك من الجو اللي أنت كنت عايشه بعد النطش اللي فاته الجمهور بيهاجموا الناس زعلنة منك عشان كده بقول البطولة دي بطولة جماهير الزمالك نمرة واحد نمرة اتنين حمزة المسلوسي مع إن فيه ناس كتير قوي تعبت يعني فيه جندي مجهول في الفرقة برضو مش عايزين ننساه عمر جابر أيها الله لا أصلا لازم الناس دي تاخد حقها الله عليك عشان الناس دي كمان يامك هجمت يعني خد بالك عمر من الناس اللي تهجمت حمزة المسلوسي من الناس اللي تهجمت فكير إنه دلوقتي ياخدوا حقهم فده حقهم التزام غير طبيعي رجولة غير طبيعية قلب روح أداء في الملعب ما فيش هفوة دي حاجات برضو لازم الناس تبص عليها وتدي الناس دي حقها لإني خد بالك ما هو أنت لما بيبقى وحش ما أنت بتطلعين ما تسيبوش يعني بتدينه جابل جدا فلما يبقى كويس تدينه حقه يعني خاصة عمر دونجة في نص الملعب النهاردة الرجل قلب طريقة اللعبة 4-1-4-1 شو تتتاني شيل شيل وبيغطي ورا فتوح وبيغطي ورا عمر جابر وبيغطي في قلب الملعب